لسه بيقولوا ليش اعتنقت المسيحية هكذا تكتب يعني في ناس حواليك حاسين ان الشغلة فيها انها لو ما حاسين فيها انها ما كانوا سألوك ليش اعتنقت المسيحية هاي نقطة الأولى النقطة الثانية عم تقول اعتنقت والإنسان لما يعتنق معناته مقتنع مقتنع درجة الاعتناق يعني تشبث طيب ماشي ماشي كل شي تمام الآن سؤال اليك ممكن تقلنا او تقل لينا اش اني مسيحية منهم ماليش سؤال يعني سؤال مسموح مشروع انا مسيحية هل هي مسيحية السيد المسيح عليه السلام الذي جاء بالحب ورفض الظلم ام المسيحية الرئيسمالية التي تسود الآن يلي مم يبقى منها من المسيحية اي شيء ما تركوا شيء من المسيحية سيطروا على الكنيسة وطوعوها تطويع حتى قبلت كل شيء بالدنيا احنا ما نعرف يا ترى انت بدك اني مسيحية اللي انت اعتنقتينيها او اعتنقتها هل هي مسيحية الشرف والكرامة والستر ام مسيحية الشذوذ الجنسي وزواج المثليين بس سؤال بس سؤال مشروع يا اخي بنا ما نعرف اني مسيحية منهم في مئة طائفة مسيحية ومئة ديانة مسيحية اني واحدة لنا واحدة منهم يا ترى مسيحية الارثوذكسية اللي المرة بتلبس حجاب ولا المسيحية البروتستانتينية ولا غيرها من المسيحيات احنا منحب السيد المسيح احنا منقول انه الدين دين واحد دين الله سبحانه وتعالى اللي بعث فيها الانبياء اللي انه ابراهيم وموسى وعيسى ومحمد هذا حد احنا بنعرفه بس المسيحية هاللي بتروح بتزدت القنابل النووية ولا المسيحية تبع المسيح عليه السلام اللي قال اضربك اخوك على كفك لاخدك الايمن ادر له الايسى اني مسيحية بس فهمينا فهمنا يا اخي طالما انك اعتنقت عم تقول اللهم اعز المسيحية طيب ماشي اني هي مسيحية امريكا ولا مسيحية اوروبا ولا مسيحية روسيا اللي عمتها ولا مسيحية اللي ذبحوا براوندا اني مس مسيحية ارجوك النا بس احنا بنحب المسيحية بس احنا بنحب المسيحية الحقيقية اللي جاء بها سيدنا عيسى عليه السلام مو طبع المسيح الدجال والمسيح الرئسمالي اللي ظلمت العالم واذاقتهم المرين وخربت الاخلاق والدين والاسرة اتابعا ل Applause الهو Creroom اتابعا اتابعا